بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن من غايات وجودنا أن نعمر الدنيا بالعمل الصالح لنسعد بها ونعبر منها إلى ما هو خير إلى الآخرة يقول ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أجل ذلك أودع الله سبحانه وتعالى مجموعة من القيم التي تحفظ للإنسان معنويات حياته وضع له قانونا يستطيع من خلاله أن يحقق كل ما هو صالح وأن يحقق كل ما هو خير والناظر المتأمل في كلام الله عز وجل يدرك هذا الربط العميق بين الإيمان والعمل الصالح قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وهكذا جاءت الآيات تترى تربط بين الإيمان والعمل الصالح العمل الصالح هو العمل الذي تتسع فيه دوائر الخير والنفح بمعنى هو العمل الذي يعود الخير فيه والنفح عليك وعلى غيرك ومعنى هذا أن العمل الصالح ليس وقفاً على ذاتك أنت بل يتجاوز نفسك إلى أسرتك إلى عائلتك إلى مجتمعك إلى وطنك إلى الأمة كلها ومن هنا نقول إن العمل الصالح غير منحصر في جانب دون آخر فكل ما يحقق القيم الإنسانية وكل ما يصنع مجتمعاً مترابطاً زكياً نفس تسوده قيم الألفة والبناء والتنمية والحضارة وتعلوه قيم الحب والرحمة والتسامح ويصنع حياة هادئة مستقرة آمنة فهذا يعد من العمل الصالح فكل من أحسن في علم أو زراعة أو تجارة أو مهنة أو صنعة أو حرفة فهذا يعد من العمل الصالح لأنه تجاوز خيره إلى الأفراد وتجاوز نفعه إلى الكل الذين هم المجتمع العمل الصالح ليس المطلوب من الإنسان أن يقوم بكل الأعمال الصالحة الحق سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وحرف من هنا يفيد التبعيد أي يكفي الإنسان منا أن يقوم ببعض الأعمال الصالحة لأن طاقاته وقدراته وإمكاناته لن تسعى كل الأعمال الصالحة فيأتي إنسان له قدرة وله إمكانية وله طاقة يقوم ببعض الأعمال الصالحة ثم يأتي آخر ويقوم ببعض الأعمال الصالحة حسب طاقاته وقدراته ثم يأتي ثالث ويأخذ طرفا وهكذا تتنوع الطاقات وتتنوع القدرات وتتنوع الإمكانات فيتحقق من خلالها الصلاح كله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله والعمل الصالح الذي ينظر بعمق في الآيات القرآنية المشرفة يجد أن له ثمارا يانعة تعود على صاحبها فلا تعتقد أنك حين تقدم عملا صالحا يخرج منك ولا يعود لا بل إنه يعود عليك بالخير في الدنيا وفي الآخرة الحق سبحانه وتعالى يقول لنا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون المعنى هنا أن كل عمل صالح تقدمه لله عز وجل هو مسجل لك ومسجل بدقة متناهية لأن الذي يسجله لك هو الله عز وجل فلا كفران لسعيه أي لا نجح سعيه أبدا وإنا له كاتبون أن يسجل لك بدقة متناهية من ثمار الأعمال الصالحة أيضا أن صاحب العمل الصالح يمهد لنفسه فراشه في الجنة اسمع معي قوله سبحانه وتعالى ومن عمل صالحة فلأنفسهم يمهدون كلمة يمهدون مأخوذة من المهد والمهد يطلق على فراش الطفل ومعلوم أن الطفل لا يقوم بإعداد وتهيئة فراشه بنفسه بل لا بد له من يقوم بإعداد وتهيئة هذا الفراش بما يضمن له الهدوء والاستقرار والطمأنينة والأمان كذلك الأمر العمل الصالح يسبق صاحبه إلى الجنة ليمهد له فراشه فيها صاحب العمل الصالح ينال أشرف ضيافة لأنها تكون في الجنة وتكون بإمكانيات الحق سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا والنزل هو الضيافة والضيافة هي التي تكون على قدر إمكانياتك وما فيها من مقومات الحياة فكيف إذا كان الذي يقوم بإعداد هذا النزل هو الحق سبحانه وبإمكانياته كذلك صاحب العمل الصالح ينال أشرف وأسمى رفق في الجنة لأنها تكون في رحاب النبيين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فلا وصف بعد وصف الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة وأن نكون من أهل صناعة الخير والجمال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم